مساء الرضا كيف حالكم إن شاء الله طيبين اليوم عملت لكم وصفة جدا روعة هي بان البيتزا ياهودا إيش هو بان البيتزا؟ هي بيتزا بس كمان تقدروا تعملوها بان يعني تحشوها مثل خبز البرجر أو الصامولي يعني تقدروا تحشوها عرفتوا الآن بتشوفوا بالفيديو كيف قصدي و جدا لذيذة للآن في المدارس اللونش بوكس تعرفوا وياخدوا معاهم المدرسة تقدروا تعملونهم أو ممكن مثلا تعملونهم إياها في العشاء بعدين الباقي المتبقي تعطوهم ياخدوا في المدرسة جدا روعة وتقلص طرية الفترة طويلة من غير ما تنشف أو تيبس تمام تقلص طرية هنا خلوني نبدأ بالمقادر هنا عندي ثلاث أكواب دقيق متعددة لاستخدامات أنا استخدمت نص كوب بس طبعا دبلته عشان يعطيني ثلاث أكواب إذا عندكم مقياس الكوب أكيد بتستخدمون الكوب عندي ثلاث ملاعق كبيرة من الكريمة الشنتي إيش هي الكريمة الشنتي؟ هي كريمة تزيين الحلويات الكيك البيضة هادي مثل دريمويب وكده بس تجيب الكيلو ملعقة صغيرة ملح وملعقتين كبيرة حليب بودر وملعقة صغيرة ممسوحة بيكنش بودر وأنا أعمل طرف الملعقة الصغيرة بكربونات الصوديوم هذا شيء اختياري بكربونات الصوديوم مش ضروري لكن يعني يحسن العقينة أنا بالنسبة لما ضفته حسيت فرق في العقينة وملعقة كبيرة خميرة بس أحرك المواد القافة والآن أضيف المواد السائلة عندي كوب من الماء بحرارة الغرفة وملعقة كبيرة من الخل والآن أبدأ أضيفه عندي هذه الملعقة حق العقين لأنه بتقولوا هده الآن قد تعصد لا هده مش حق العصيد بس تقدروا تستخدموها في العصيد لكن هذه حق العقين الملعقة والآن عقين لما أول ما يتماسك العقينة أبدأ أضيف الزيت تقريبا أخذت ملعقتين كبيرة من الزيت وأبدأ آخر شيء أضيف الزيت لما تتماسك معايا العقينة الآن بس تخدم يدي خلاص بس تماسكت العقينة بس تخدم يدي وبعقل عقينة لازم تكون طرية وتتلصق باليد الآن بقول لكم حاجة العقينة إذا ما عندكمش عقانة خلوها خمس دقائق ورجعوا عقنوها كرروا دي المرة يعني دي الخطوات ثلاث مرات خلوها ترتاح خمس دقائق ورجعوا تعقنوها لما تلاقوا عقينة ملسة وزي خد البابي ملسة وطرية لازم العقن أكتر من مرة تكون بس خلوها ترتاح اللي ما عندوش عقانة عشان ما تتعبوش مرة واحدة تعقنوها لأنو العقينة كل ما عقنتوها بشكل حلو وأخدت وقتها بالعقن كل ما عطتكم قوام حلو انتم بتشوفوا كيف نهاية الفيديو أو ما شفتوا بداية الفيديو كيف العقينة جدا حلوة الآن بخليها ترتاح شوفوا بقول لكم حاجة كمان الكيس أو أي شي تغطوه فيه كيس نايلون وكده يخلي العقينة تخمر بسرعة والآن بخليها ترتاح لابن ما جهز الكوشنا حق البيتزا هنا عندي بفروم بصل طبعا فرم ناعم وتقريبا بعضهم يطحنوا طحن كامل بس أني أحب البصل يكون مفروم عرفتوا لازم تقطعوا البصل طبعا هذه القطاعة قطوكم يدي اليمين هنا بضيف شوية من زيت الزيتون أو ممكن زيت عادي وبضيف البصل اللي فرمته وبخليه بس شوفوا ما خليش يتحمر بس يتشوح بسيط حاجة بسيطة وبضيف صلصة طماطم تقريبا أضفت ملعقتين كبيرة صلصة طماطم طبعا هذه البيتزا بالنكهة العدنية وأضيف كمان فص من الثوم أو فصين من الثوم صغيرة وبعضهم شوفوا ما يحبوش الثوم زي ما تحبوه أنتم هذا الشي راجع لكم خلاص كده قلبوا خلوه لازم تتحمس تمام صلصة الطماطم مع الثوم والآن أضيف الطماطم مع صورة مع شوية ماء أنا ما أضف ليش كتير ماء خلاص الآن كده أقلبه وأضيف ليه ملح ملعقة ملح وكمان سكر لازم سكر عشان يكسر حموضة الكشنة أو حموضة الطماطم قصدي وبضيف رشة بسيطة من الفلفل الرومي يعطيها نكهة كتير حلوة في الكشنة وبضيف طبعا الفلفل الحامي أنا ضفت بسباس حامي تقدروا تضيفوا أي عروق فلفل زي ما تحبوه وخلوها تتسبك على نار هاد لازم تتسبك تمام وثتقل ويعني تعرفوا الكشنة كيف لازم تتسبك الآن شوفوا كيف كده قوامع عادة أشتريت تتسبك أكتر برقعها على النار خمس دقائق والآن ما شاء الله تسبكت تمام بضيف عليها ملعقة صغيرة قبن سائل هادي تعطيها طعم روعة ممكن قبن مثلتات الآن شوفوا تقدروا تطحنوها إذا أولادكم يحبوش طعم البصل يعني باين أو الفلفل الرومي اطحنوها بس أنا أحبه زي كده وكمان تقدروا الآن دخلوها تبرد وتفرزنوها وتستخدموها مش بس للبيتزا لأي حاجة للمكرونة لأي حاجة لأي حشوة جدا لذيذة وهنا ما شاء الله العقينة جاهزة ما شاء الله العقينة كده زي خد البابي خلاص نحنا ما عدنشش نقول خدود أختي لأن أختي قالت أنتي خدتيني محتوى لتبعيك القناة فخلاص نحنا نقول لها خد البابي مش خدود أختي ما عليش يا أختي وهنا شوفوا بقهز الصينية اللي بعمل فيها قلت حرام يعني أرميها ورق الزبدة فبس تخدم عادي ممكن تدهنوا الصينية زيت وتستخدموها إذا ما عندكم ش ورق الزبدة وهنا قصمت العقينة كرات كرات يعني بحقم البيضة أو كرات زي ما تحبوه بس تكون شوية كبيرة عرفتوا تقريبا أني ثلاثة كواب تقلي من 20 إلى 25 كرة يعني عشان تطلع لكم بان بيتزا تمام والآن كده أعدل الكرات عشان أقدر يعني أفطحها أو أضغط عليها وتطلع لي مرتبة بشكل مرتب شوفوا كيف عدلت الكرات يعني عشان تصير كله أو تستوي كله نفس الحجم خلص بعد ما رتبت الكرات كده بابدأ أضغط عليها بشكل خفيف بحيط تعطيني بشكل دائري الآن بغطيها على بل ما روح أغسل المواعين أو السامان اللي في الحوض يعني اللي استخدمته شوفوا ما شاء الله كيف العقينة أنا قلت هنا أرويكم كيف العقينة روعة 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 يعني هذي اللي تبقت هذي الكرة ما ليش نفس باستخدمي لأي حاجة قدر أفرزنه بعين أي يوم أستخدمه هنا شوفوا الكيس يعني مغطفي بس فرات الأكل بضغط عليها ضغط عليها على طول يعني عشان كمان تتفتح معايا ورجعت خليتها تتخمر على بل ما رأيت لكم مغسل المواعين يعني كله صراحة خمس دقائق الآن فتحت على الكيس شوفوا مع الحماء بسرعة تتخمر وبديت شوفوا أفرده بأصابعي على طول تتفرد ممكن بالكوب تفردوها بالكوب عرفتوا بالكوب بس أفضل أنكم تفردوها بالأصابع زي كده موضح لكم بالفيديو تعطيكم يعني قوام أحسن لكن الكوب إذا ضغطوا عليها بتطلع لكم من الأطراف سميكة وهنا اجهزت كل المقادير والآن زي أي صلصة بيتزا ادهنوا العقينة عقينة البيتزا تقدروا تحطوا كتير قليل زي ما تحبوا بس أني بقولكم حاجة لا تحطوش مرة كتير ولا قليل شوية لأن العقينة بالفرن تنتفخ لو كانت كتير بتطلع زي المعقينة وإذا كانت قليل بتكون ناشفة فخير الأمور أوسطها خلوه وسط نحن نحب زي كده وسط والآن عندي شريح من البصل عندي في الفررومي تقدروا تعملوا دورا مشروم الخضار اللي يحبونها أولادكم بعضهم يحبوش أي خضار يحبوها السعادة زي ما تحبوه زيتون اللي الإضافات اللي أنتم تحبوها بعدين أكيد حبيب الكل القبنة المرزوريلا اللي كل الأطفال يحبوها أني استخدمت قبنة مرزوريلا نباتية مش كتير تتمطط مش كتير يعني القبنة المرزوريلا الحيوانية هي اللي تنتط معاكم لكن المرزوريلا النباتية شوية تتمطط مش كتير وتكون أرخص من الحيوانية وبس والله حطوها أني طبعا في بعض الحبات حطت عليها دورا لأنه البعض عندي يحب دورا والبعض ما يحبش دورا فأنتم قطيكم الخضار اللي تحبوها بعد كده ندخلي على فرن حار حرارة 200 لمدة أخذت مني 15 دقيقة من تحت لازم تكون دايما تشوفوا الفرن اللي بالوسط الرف على حرارة 200 فرن ساخن يكون قدوم مسبقة تسخين وخلوها على 15 دقيقة بس لازم تشوفوا من تحت كيف بعدين شغلوها من فوق حاجة بسيطة تكون دهبي شوفوا ما شاء الله كيف طلعت ما شاء الله تقنن تقنن تبارك الرحمن اما انكم ترشوها اول ما تطلع اما انكم تبخوها بماء بخخ او تقوبوا فوطة تبلوها بالماء وتعصروها وتغطوها 5 دقائق لازم عشان تفضل العقينة طرية وهذا سر من الاسرار ان اول ما تطلع العقينة تغطوها بفوطة مبللة او تبخوها ببخخ ماء وتغطوها بفوطة ناشفة اي معجنات اي مخبوزات اعملوا نفس دي الطريقة وما شاء الله شوفوا كيف العقينة زي الغيمة والله زي القطنة حاجة جدا روعة سوفت طرية تدوب بالفم يعني الاطفال بيحبوها جدا جدا وكمان كبار السن اللي ما فيش اسنان عندهم كتير بيحبوها لان الصراحة قد تقوم تدوب بالفم يعني روعة لازم تقربوها وشوفوا ما شاء الله كيف التحمير تحميرة من تحت طبعا التحمير ما تخلوها شين حرق عرفتوا تحمير كده دهبي زي ما وضح لكم بالفيديو انا رويتكم كيف من تحت شوفوا كيف ما شاء الله تحميرة روعة طبعا زي ما قلتكم هادي مش بيتزا هادي بان بيتزا او فطاير البيتزا تيجي سميكة ما تكونش رفيعة وانتم زي ما تحبوا انتم عارفين العقينة وعارفين كيف الصلصة تقدروا تعملوها سميكة رفيعة زي ما تحبوا بس انا عطتكم فكرة عشان تحشوها الان انا قدمت في السلة في سلة عندي هادي السلة وقدمت معا شاي احمر وما شاء الله وبدأنا ناكل وستمتعنا في الطعم الحلو وما شاء الله شوفوا بقولكم حاجة بقى معايا حطيتوا في علبة في التلاقة او ممكن تفرزنوها بالفريزر وقت ما تحبوا تسخنوها او تخلوها على حرارة القول لما تفك هنا الصباح عملت فطار شوفوا كيف فتحته وعملت معاها بيض اومليت خلط بيض مخفوق يعني فتحت زي كده وحشيته بالبيض تقدروا تحشوها باي حاجة باي شي يحبوها تقدروا تحشوها شوفوا انا عندي قد تكون بيض مخفوق وكده قطعته بشكل مربعات عشان يدخل في العقينة كده يصير بشكل مرتب يستوي وخلصوا حشيته مع قلص شاه ملبن وكان احلى فطار يعني راحة اول شي راحة انه معاكم فطار تعملوا وخلاص يعني بس اللي تحشوها بالبيض ومرات احشيها مرتدلة نقانق كمان احشيها فول فصولية على حسب يعني المزاق يكون كيف وحلوة كتير لو طالعين الرحلة كمان تعملوها وانتم تقدروا تخلوها يعني بسيطة وتقدروا تخلوها غنية يعني اذا حشتوه حتى شاورمة كودو تقدروا كده تخلوها يعني حاجة كده فخمة تقدروا تخلوه شي بسيط تأكلوها كده سادة وشوفوا هنا ثاني يوم شوفوا كيف طارية كأني عملتها بنفس اليوم بالعافية لياو لكم اذا عقبكم الفيديو لاتسنسوا الاشتراك في القناة تفعيل قرس الاشعارات ولايك وكومنتس حلو منكم